انفق محافظ أبيان لواء ركن أبو بكر حسين سالم رئيس جامعة أبيان رئيس جامعة أبيان دكتور محمود الميسري ونواب رئيس الجامعة وعددا من الأكاديميين ومدراء عموم عدد من المؤسسات العلمية والصحية والقيادات التربوية والتعليمية ومدراء المعاهد الفنية والصحية والمهنية بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بهدي محمد الحامد وفي لقاء عبر محافظ أبيان عن امتنان كل أبناء محافظة أبيان للقرار التاريخي المهم المتمثل في إنشاء جامعة أبيان ليحقق بذلك أمان أو أحلام ألاف من محبي العلم والمعرفة وتنوير وكذا المحافظ تأسس مدى ميك هذا الصرح العلمي الكبير والمتميز وأشار إلى إمكانية الاستفادة من مباني كلية التربية ومجاورها من مباني ومساحات للمعاهد الفنية لبدء تسويرها وكذا المباني الخاصة بالمعهد الصحية التي ستكون النواها الأولى والأساسية للجامعة والانطلاق الكبرى والسريع نحو تحقيق الأمال العريضة للجامعة وتسيس تعليم جامعي وأكاديمي يحدث النهضة العلمية المنشودة لكل أمناء أبيان ترجمة نانسي قنقر